السلام عليكم اخواتي انتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وسلامة يا رب اليوم ان شاء الله هنشوفوا مع بعديتنا رفيسة دي الخبز او لا تردى او لا رفيسة العمية او لا تريد كل واحد كي يسميها اوكلة شعبية مغربية قديمة ما كنش مغربي ولا مغربية ما كبرش بهاد الاوكلة الشعبية وما تعشقهاش اللي هي بطبيعة الحال التردى اللي كتصوب من بقايا الخبز دي المنزل وبطبيعة الحال بالقطاني وبالاعشاب كيف ما تنقولو حنا المغاربة ما كلاودوها يعني اوكلة شعبية مغدية مفيدة خصوصا في هاد الجو دي الفصل الشتاء وفصل الخارف فهي كتكون سخونة للجسم او مفيدة للجسم او مسخنة للجسم وفي نفس الوقت المكونات ديالها فهي مكونات صحية بلما نطوع لكم اخواتي نخليكم مع الفيديو ما تنسونيش من لايك ومن سيارة ديال صندوق الوصف والمكونات اللي انا اشتغلت بهم ان شاء الله هتلقون في صندوق الوصف وبعض الشهيوات المغربية بسم الله على بركة الله كيف ما تشوفو عدنا هنا الحم المقدد او القديد او اللحم المجفف اللي احنا طبعا تحلم يبسينه في الشمس كل سيدة وراك تحتفظ به من عيد الاضحة عنا درتوه هنا في الماء اللي ما يكون بارده البناس ما تديروش للجديد المسخون يلي درتو لي المسخون فهو غا ديفقد جميع المكونات اللي فيه ديروله الماء البارد وخلوه ليلة كاملة باش نقص منه الملوحية هنا كيف ما تشوفو عدي باصل وعدنا كركوبة ديال التومة وعندي الاعدس اللي نغسلتو نقصه ممكن تديرو الاعدس والحلبة بوحدة انا كااضفة البنات كيف ما سبق لك لكم انا عندي نزلة ديالبرد فانا غدا نضيف الحب السوداء غنضيف حب الرشاد وغنضيف بذور الكتان او لزريعة الكتان وكننضيف الحمص انا كندروه بالقشرة ديالو لوا بطبيعة الحال ما نقوع ليلة كاملة في الماء ممكن تزول له القشرة ديالو انا شخصيا في جميع الوصفة ديال الحمص كي يجبنين دير القشرة ديالو تيجيبنين وكيف ما كتسعرفوا القشرة في بقاع المكونات والفوائد كنا في القشرة انا عندي عفوا نحبة ديال الطماطم اللي انا طحنتها وعدنا الخبز البنات الخبز اللي تيبقى لنا الليلة او ليلتين الوليدات ما كيبغوش ياكلوه فاندخلوه في هاد الوصفة كيف ما كتسعرفوا الجدد ديالنا ما شاء الله عليهم كانوا على ديراية بانهم ما كيبتدروش من 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 الاكل ديال منزل ونعمة ربي حرام انها تلاح فكانو كيدخلوها لنا في بعض الوصفات كيف ما اشتو بحل معك كيف ما اشتوه البنات كان ناخد هنا القديد او لاللح المجفف كنقطعوها بالمقص ولبس كين البنات باش كيجي قطع صغيرة ممكن تخلوه حتى عاكك انا شخصيا كيجي نقطعوها باش كيجي سهل انه من اللي نكونوا تنتناولو في الرفيسة ديالنا فاكا القديد حتى هو كيتكل مع الرفيسة على الطريق البلاد كان قطعوه قطع صغير وفي نفسه قطرها ما تيخوش لنا الطيب صافي من بعد ما قطعتوه كناخد واحد لقيناء البناس كوكوت يعني هاد الاوكلاك هتبغيت الطيب في الكوكوت سريعة كيف ما تشوفو كناخد هنا طنجرة ديال الطغط وكنضيف فيها هاد القطع ديال اللحم المجفف او لا القديد او لا القديد غادي نبدو نضيفو له هنا كيفما تشوفو آآ البصلة غنضيف غير واحد شوية ديالبصلة ننضيفها ش كاملة باش ما تدوبش ليا في آآ مع الطيب غنضيف غير شوية باش نشحر به البصلة اولا نشوحها وكنضيف هنا ديالحبة ديالماطيشة ولا ديالطماطم اللي هي يبطة بالحال مطحونة اولا منحكوها في الحكاكا رقيق صافيو كنضيف هنالبنس ما هنضيفوش هنالعداس ولا القطاني اللي اضفناهم غادي يدوبو لنفط طياب فاحنا غادي نخليو حتى نطيبو الجديد ديالنا ولا اللحم المجفف كنضيفه هنا زيت المائدة ممكن نضيفه زيت الزيتون انا زيت زيتون كنخليه الاخر مرحاله بش ما يبقى نحافظه على المكونات ديالنا معلقه كبير ديال ديال لبصر او الفلفل الاسود الاسود والقركوم او الخرقوم للبلد يا خرقوم للعرق ومعلقة كبيرة ديال الزنجبيل اللي هو مفيد للي الجسم في هذا البرد، 18 من القصبر حبوب او الحبوب الكزبرة ومعلقة كبيرة ديال الكامون مطحونين بطبيعة الحال نضيف المكونات فوق النار نضيف المكونات فوق النار نضيف الماء نضيف الماء الماء نضيف الكفر نقوم بت trouresse الله نضيف صفارة بقواطة سوف نطفح أخ mental او لحم مجفف بقطاع ديال الجيش. اللي متوفر عندكم في المنزل. غير هو بالقبض دراك اتعرفوك يجي رائع رائع على البناس بالقبض. صفينا كناخدو الخبز ديالنا كنقطعوه على هالطريقة البنات. قطع صغيرة باش يقدو انهم يشربوا لنا المرق. كما كتعرفو الخبز ديالنا رهطري كما اشتروا رهما يابش بزاف. الى كان يابس البناس ممكن تفوروه يعني تديروه في البرما اللي في هالكسكاس وتفوروه عدا باش ممكن تسقوه. انا الخبز من اللي كيشرت لي طريفة صغيرة هكا. فانا كنديرهم في بلاستيك وكندخلهم تلاجة. الوقت اللي كنجمع واحد لكمية البنات فانا كندير ليها هالطريقة. صافي كيف ما تتشوفوه هنا البنات من بعد مطاب لنا القديد اللحم ديال القديد فاحنا كنضيفو باقي المكونات اللي عندنا اللي هي البصلة والكركوبة بطبيعة الحال هاد الوصفة البنات زوينة وصحية البرد كتسخن الجسم. انا كنضيفو القطنية اللي عندنا والحبوب اللي عندنا والحمص حتى هو. صافة البنات كنضيفوه هنا الماء اولا المرق الكافي كيف ما كنتعرفوه احنا خاصنا الماء يكون عندنا المرق باش نسقيو هاداك الخبز. كنضيفوه هنا القصبر المعنوس لنا في الغزام في المجمد. وغنضيفوه هنا الحار ضروري من الحار. والمكوين الاساسي البنات اللي هي المساخن. المساخن البنات عبارة عن توابل مغربية. تقريبا فوق من اربعين اه عنصر اولا اربعين مكوين اولا اربعين عشبة في هاد التوابل خاصين بالبرد البنات كتساعد النساء على الحمل الناس اللي بغين يحملوه. وفي نفس الوقت العيالات اللي تكونوا حاملين البنات ممنوع لهم يياكلوا هاد المساخن لانهم تيديروا الاجهاد. انا اعلمتكم البنات. هاد التوابل معروفين يعني معروف في المساخن المغربية. شو عند العبطار وهو غد يعطيهم لكم. والناس خصوصا اه المساخن دي الصحراء فهو ما كيكونوا رائعونًا جايدين ومزيانين في هاد البرد. رات يسخنون الجسم. وكيف ما كاتعرفو احنا في فصل ديال البرد والشيتاء. مع هذه الرياحة عبريل الاوري takie كترو فا اه ما فيها باس ان انا نعاونا الجسم ديالنا بهك الحمل خوزج لي كmeric سيكون وصخان او الاقل لي كيفون سخون. باح في نفس الوقت تساعدنا على تحمل نزلة البرد ولمريض احتى هو. الله يشافي كما تشوفو هنا البنات من بعد ما طاب لنا المراق دينا فانا كنضيف حل معلقة كبيرة دي السمن سمن سبق لي خدمتوا معكم البنات كي يجي رائع ناجح مئة في المئة ارا دائما كنخدم معكم فيه كما شتو ما تيفسد لنا متاشي حاجة وقد ما بقى البنات قدمك زيدي تنكه كي يعطيو حل نسمة رائعة كما سبق لي قلت لكم البنات زيت الزيتون كنخلي الاخر مرحلة كيف ماشتو كنصبونا فوق من الخبز باش كي يبقى محافظ على ذلك المكونات كما كتعرفو زيت الزيتون مكوين اساسي البرد والطياب المغربي كي يعتمد بزاف على زيت الزيتون مع انه غلاية البنات فهو مع ذلك ما نقدوش نستغنعه على زيت الزيتون لاننا نكبرنا بها البنات كنفطروا بيه طياب كله زيت الزيتون يعني زيت زيت زيتون من المكونات الاساسية نقدو نستغنعه على زيت المائدة ولكن زيت الزيتون ما نقدوش حنا المغاربة نستغنعه عليه صافي هنا كيف ماشتو من بعد ما قطعنا الخبز ديالنا فاحنا كن بدو كان مرقو المرق ديالنا كيف ماشتو ضروري البنات الخبز يتبلل يعني فزقو الخبز مزيان ولبلو مزيان بالمرق باش ميبقاش ناشف كيف ماشتو الخبز ديالكم كما سبق لكم قاسح شوية ممكن تفوروه عادة باش تسقوه المرق البنات خسو يكون كافي اللي غادي سقق لنا هاد الخبز سفي كنبدو على الطريقة البنات كنهزو القطنية بالمغرف هكا ولكن غرفو بالمغرف القطنية ومع المرق وكنصبو فوق من الخبز ديالنا كنمرقو على هاد طريقة البنات كما سبق لكم كتليكم جميع الجوانب ديال الاناء انا درت قصرية اللي هو الاناء المغربي اللي احنا بطبع الحال كنديرو فيها جميع الوصفات البلديين خصوصا الرفيسة والكسكسو سفي كنبدو نصبوها كانية في المرق كيجي معلكو كيجي رائه ماداق القديدة البنات التوما القطنية الحبوب اللي انا دفتم اللي هي كتعافوا فوائد ديال حبر رشاد فوائد ديال زرعة الكتان فوائد ديال صانوج توما زيت الزيتون هادو كل هم اشياء البنات اللي كتساعدنا على نزالات البرد ومفيدين للجسم كيما سبق لديكم ماكلة ودوى على هاد طريقة البنات كنبدو كنمرق في الخبز وهكا كتدود تقلبو بالمغرفة ديالتكم هكا كتشوفو واش الخبز اللي لتحت حتى ووصلو الماء ولموصلوش المرق كيما شتو صافو كتدفعو هكا يلشتو المرق كيبال لكم فعرفو بان المرق راكي لتحت بل لكم ناشوف فانتو ما كنطيفو المرق بطبيعة الحال على هاد طريقة البنات كيما هو الطريقة موضحة في الفيديو سوف يكا نبقى على هاد طريقة كيما سبق لديكم الروائح ما نقولش لكم البنات واللي شاهيتها تسمح لي البنات وكان نظن انا اكيد انا جميع البنات او السيدات عندهم القديد في الطار والخبز ما شاء الله عرام توفر في المنزل يعني يكون السيدة وعند الخبز دياله في المنزل يوميا السيدات عندنا كياجنو فكيبقوا ليه الخبزة الكنية ما فيها باس نتكرو هاد الشيء والبلدي اللي احنا تربينا بيها والنوضو كاملين كيما قل لكم صوبوا هاد الشيء وارعها ساهلة كيما اشتو مكتخلين منها الوقت لوالو مكونات كنا نضرها كلها كينا في البيت هذا من بين الاشياء والتدابير اللي كانوا الجدات ديالنا الله يرحمهم كي يعتمدون في المنازل ديالهم حتى حاجة ما تضيع واكل صحي كيصوبوا لنا اكل صحي الحمدلله كبرنا باكل صحي ومن اللي نشتاقل هاد الاكلات خصا في وقت البرد فاحنا كنرجعوا ليهم وسبحان الله كنلقوا عليهم الشيفاء صافي على الطريقة البنات كندير الظهار ديال المغرفة هكا اولا المعلقة باش كننعرف بانا الخبز ديالي كله تبلل وكله وصله المعرق صافي البنات هالقصرية ديالي واجدة نخلوها تشرب لنا واحد شوية صافي ونقدموها معبرات ديالاتاي بالزعتر اولا بالشيبة وهدي هي الاكلة ديال اليوم وليش هيوا ديال اليوم نتمنى انها تعجبكم البنات وتنار الريضة ديالكم واللي عجباتكم كما دائما تنقول لكم البنات ما تنسونيش من لايك والزيارة ديال صندوق الوصف والتعاليق الممتازة اللي دائما عوضتوني عليها وزورو صندوق الوصف بتلك اللي اشتغلت بيوم وسائل التواصل مري جميعا нова هلاкого الفيس اللي بغطت تنضم لنا مرحبة والف مرحبة وهدي القصرية ديالن ام وهدي الشيبة دياليوم رائعة البينات ما شهيدكم أما زller الريضة cueل اشتركوا في القناة